موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي أسعد الله أوقاتكم بجل خير نكمل بقية دروس الفصل الثاني من منهج التاريخ تعالوا نشوف احنا هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن محمد علي وبناء الدولة الحديثة وأول جزء هنتكلم عنه هو البناء الاقتصادي ناخد بس نرجع حاجة وسيطة وراء هل كانت مصر فيها اقتصاد؟ هل اقتصاد مصر كان قوي؟ ارجع لي فترة الدولة العثمانية هل كان الاقتصاد المصري اقتصادا قويا؟ إجابتك؟ طبعا لا لا زراعة نتيجة تطبيق نظام الانتفاع ثم الالتزام ولا الصناعة لأن كانت صناعة يدوية حرفية بسيطة لا تستطيع مواجهة الصناعة الأوروبية ولا التجارة كانت متقدمة لأن تم اكتشاف طريق رأسي رجال الصالح وبالتالي كل الأوضاع الاقتصادية كانت سيئة إلى الغاية وطالما الأوضاع الاقتصادية سيئة الأوضاع السياسية هتكون سيئة الأوضاع العسكرية هتكون سيئة الأوضاع الاجتماعية هتكون سيئة علشان كده محمد علي بدأ بناء الدولة الحديثة بالبناء الاقتصادي طيب ازاي محمد علي هيبدأ بناء الدولة الحديثة بالبناء الاقتصادي هل محمد علي هيكمل على الجزء اللي فات قال لي لا محمد علي يا شباب هيبدأ نظام الاقتصادي في الدولة بتطبيق نظام جديد مختلف لم نعلم عنه هو تطبيق نظام الاحتكار الاحتكار معناه هو نوع من انواع التوجيه الاقتصادي تحت اشراف الدول بمعنى ان الدولة ممثلة في محمد علي هي المسؤولة عن تحديد نوع الزراع تحديد الصناعة تحديد اسعار البيع والشراء يعني محمد علي اصبح هو الوحيد المتحكم في كل مقاليد السوق المصرية وبالتالي محمد علي كان هدفه الاساسي من تطبيق هذا النظام وهو نظام الاحتكار هو ان يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول بمعنى اصح يا شباب محمد علي كلمها كلها مهمة اوي ولازم تفتكرها ولازم دي تكون نبراس لحياتنا الدولة القوية هي الدولة التي تزيد صادرتها على واردتها وده اللي دايما بتأكده الدولة المصرية حاليا ان القوي هو الذي يملك مقدراته الاتصادية وبالتالي محمد علي كان هدفه الاساسي لما يعمل الاحتكار ان الدولة المصرية تكون دولة قوية تكون دولة عافية تستطيع ان تدخل في السوق العالمية او في السوق الدولية ان تنافس كل الدول الصناعية زي انجلترا وفرنسا او انه كمان يكون متحكم في السوق الزراعية بانتاجه للمحاصيل الزراعية الهمة التي لا تزرع في اوروبا وبالتالي محمد علي يحتكر هذه الزراعات وبالتالي يصبح محمد علي متحكما في السوق الدولية لتجارة المحاصيل الزراعية التي لا تزرع فيه في أوروبا طيب تعالوا نصوف نتائج تطبيق محمد علي النظام الاحتكار أول حاجة هيلغي محمد علي النظام الالتزام وهيصادر أراضي الملتزمين لصالح الدولة ارجع افتكر أنا قلت لك في الحلقة اللي فاتت قلت لك محمد علي لكي يتخلص من المماليك جرادهم من النواحي الاقتصادية من التزامهم ازدهار الزراع والصناعة والتجارة ازدهار التعليم والقوة العسكرية وقامة المشروعات الضخمة اللي تخلي بالك محمد علي كان هدفه الأساسي مش بس انه يدخل منافس قوي للدول الأوروبية في الصناعة أو في الزراعة لا ده كمان كان انه يضمن توريد كل ما يلزمه الجيش المصري من الأراضي المصرية ولا يعتمد على الدول الأوروبية السؤال بقى هو محمد علي طبق الاحتكار في الزراعة ازاي اولا غير محمد علي النظام الملكية ازاي غيرها احنا قولنا ألغى نظام الالتزام هذه اول حاجة صادر أراضي الملتزمين لصالح الدولة هل اكتفى محمد علي بده؟ قال لأ كمان محمد علي يا شباب بدأ في ان ياخد كل الأراضي التي لم يستطع أصحابها إثبات ملكيتهم لها وبالتالي أصبحت كل الأراضي في يد الدولة وهنا محمد علي يبدأ في تطوير النظام الزراعي ازاي؟ اولا من خلال ادخال أساليب زراعية جديدة تزيد من الانتاج وتقلل الجهد تزيد من الانتاج ازاي؟ ومحمد علي مش هيتوقف عند الزراعة التقليدية اللي احنا عايزينها اللي في مصر اللي هيبدأ محمد علي يضخ آلات زراعية تزيد من الانتاج وتقلل جهد الفلاحي وبالتالي تزيد من المحاصيل اهتم بالتعليم الزراعي فأنشأ المدرسة للزراعة أو مدرسة الزراعة في القليوبية وأنشأ مدرسة الزراعة لأنه كان هدفه الأساسي إن حتى لوان عندي مزارع متعلم أفضل من مزارع غير متعلم تحسين طرق الري عن طريق شق الترعة زي ترعة المحمودية اللي وصله إلى الدلتة حفر القنوات وترعة المحمودية دي ليها دور كبير جداً هنقوله بعد شوية إن شاء العديد من الأناطر وأهمها القناطر الخيرية الموجودة على تفريعة نهر النيل في القليوبية مع ترعة المحمودية والتنين دول كان لهم دور مميز جداً في تحويل أراضي الوجه البحري من الري الحوضي إلى الري الدئم آه ما هو زمان ما كانش عندنا توصيلات للترعة إنها توصل للأراضي الزراعية وبالتالي كانت الزراعة متدهورة متأخرة إنما لما محمد علي عمل القناطر كان هدفه الأساسي حجز الميا وكمان يخرج من أمام القناطر مجموعة من الترعة تصرف فيها الميا حسب الحاجة وبالتالي أصبح محمد علي بيحافظ على المياه بشكل قوي جداً وبالتالي أصبحت الزراعة في مصر على مدار العام وليست مقتصر على فترة الفيضان فقط ده شكل القناطر الخيرية الموجودة في محافظة القليوبية ادخال أنواع جديدة من المحاصيل زي أشجار التوت لأنه هيبدأ فيه تربية دودة القز المنتجة للحرير ادخال نبات النيلة الهندي لتصنيع مواد الصباغة اللي هيحتاجها ليه صباغة الملابس تحسين زراعة القطن في بدأت مصر فيه تصديره عام 1827 ودي كانت الطفرة الأساسية للزراعة في عهد محمد علي طب كيف أطبق محمد علي الاحتكار في الزراعة؟ هيبدأ محمد علي يزود الفلاح بكل اللي هو محتاج له بمعنى الفلاح أصبح بيمتلك الأرض الزراعية لأنه هو لما صادر أراضي المجتزمين يا شباب رجع ووزع الأراضي على الفلاحين بمجاب ثلاثة لخمسة فدان لكل أسرة حسب عددها مع تزويد الفلاح بكل ما يحتاج إليه من بزور ومواشي وأدوات ثم بعد الزراع يقوم الفلاح بتوريد المحاصيل إلى الدولة إلى الشؤون الحكومية في كل محافظة أو في كل إكليم ثم يخصم ثمنها من المحصول اللي تم التسليم بمعنى أن الفلاح أصبح بيمتلك الأرض الزراعية هي صحيح مش ملكية غير كاملة لكنه يمتلك لكنه يزرع لكنه يستفيد صحيح هو بيورد المحصول لمحمد علي لكنه مستفيد أيضا مش بقيت ملكية بس ده كمان في مكسب مالي في مكسب مالي يا شباب ده كده عظمة جدا بالنسبة لمن؟ بالنسبة ليه الفلاح اللي كان بيعاني مع مين؟ مع الملتزم ومع الانتفاع اللي كان فرضه السلطان الزام الفلاح بزراعة ما تحدده الدولة أو الحكومة من محاصيل مش هينفع تغير مش هتزرع بمزاجك وبالتالي محمد علي أصبح مهتم جدا بفكرة الزراعة وتطوير الزراعة وبالتالي أصبحت الدولة في حالة قوية جدا من مراحل الزراعة طب هل توقف محمد علي عند تطبيق الاحتكار في الزراعة؟ قال لي لا ده الاحتكار في كل عناصر الاقتصاد ده علي نشوف الاحتكار في الصناعة محمد علي كان مهتم جدا ان الدولة المصرية تكون دولة قوية وما تحتاجش حاجة من بر فبالتالي اتجه محمد علي إلى التصنيع من خلال أول حاجة الإجراءات اللي اتباحها وهي إقامة مصانع حكومية لتوفير الصناعات المطلوبة الصناعات مطلوبة المين؟ مطلوبة للجيش والأسطول وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق الداخلية المصرية اجبار مشايخ الحارات على جمع الصبية الشباب الصغير حيلطحك بمصانع الدولة بإجبار محمد علي لمشايخ الحارات بحصر الشباب أو الصغار السن والحقهم بالمصانع وبالتالي أصبحت المصانع بمثابة مدارس صناعية إرسال البعثات الصناعية في 1809 لدراسة الفنون والترجمة فنون الصناعة وترجمة الكتب الصناعية وبالتالي محمد علي مش بس وقف عند حالة من حالات التطور لا ده كمان بيجيب آخر ما وصل إليه العلم في أوروبا استقدم الخبراء من الأجانب من الخارج بهدف التدريب والترجمة لأن محمد علي هيجي بعد فترة مش هيرسل مش هيبقى محتاج يبعث البعثات التعليمية لتوفير النفقات وبالتالي هو محتاج أن كل الكتب الصناعية الخارجية تترجم في الداخل وبالتالي هو محتاج حد يدرب ويترجم في نفس الوقت محمد علي كده طور الأوضاع في الصناعة طب هل توقفت في الصناعة؟ الدولة اللي عندها زراعة قوية وصناعة قوية لازم يبقى عندها تجارة قوية وبرضو هرجع أفكرك بالكلمة اللي قالها محمد علي وهي إن الدولة القوية هي التي تزيد من صادراتها وتقلل من وارداتها يبقى أنا هزود التصدير وهقلل الاستراب طب تعالي نشوف طبق محمد علي الاحتكار في التجارة الزي في التجارة الداخلية أول حاجة عملها إنه احتكر تسويق كل المحاصيل الزراعية لصالح الحكومة المصرية يعني إيه؟ يعني حضرتك لو فيه تاجر أجنبي جاي من برة علشان كان الأول التاجر ينزل يجيب المحصول اللي هو عايزه من الفلاح النهاردة الفلاح بيورد للحكومة وأصبحت التجار الأجانب بياخدوا من الحكومة المصرية في التجارة الخارجية أول إجراء عمله محمد علي البيع للتجار الأجانب في الداخل والخارج من خلال الوكالات سواء الوكالات الداخلية أو الوكالات اللي كانت في المواني وبالتالي محمد علي اتجه إلى احتكار تجارة الواردات لأنه مش عايز متشابهات مش عايز أجيب حاجة متشابهة مع اللي موجودة في مصر أنا عايز أشجع الصناعة المصرية وده برضو افتكر الكلام ده كويس إحنا بنتكلم إنه لازم تستفيد من التاريخ ده اللي حصل الدولة المصرية في فترة قصيرة جدا من حوالي سنتين اتجهت إلى منع استيراد بعض الحاجات أو بعض المنتجات اللي ليها مثيل في مصر ليه؟ لتوفير العملة الصعبة يا شباب مه أنت؟ أنت عايز تشغل مصانع طب أنت بتجيب من بره ليه؟ أنت عندك منتجات مصرية طب ليه ليها تجيب ليها شبيه من بره؟ إحنا عندنا عقدة اسمها عقدة الخواجة عقدة الخواجة دي أن أنت بتجيب اللي أنت شايفه ميد إن أي دولة طب ميد إن إيجيبت صنعة في مصر لا لازم ده الفكرة دي لازم تكبر في دماغنا صنعة في مصر ده لازم يبقى براند لازم يبقى كل حاجتنا صنعة في مصر ده اللي عمله محمد علي وده اللي عملته الدولة المصرية حاليا إنها قللت استيراد المنتجات الغير ضرورية وده اللي تقال عليه اللي احنا قلنا عليه الدولة القوية هي التي تزيد من صادراتها وتقلل من واردتها شيء طبيعي جدا إن أنت عندك زراعة واصناعة واتجارة داخلية وخارجية لازم تطور النقل والمواصلات بتوعك تعال نشوف إزاي محمد علي طبق الاحتكار والتقدم في النقل والمواصلات أول حاجة هو محمد علي اهتمي ليه بالنقل الداخلي والخارجي أولا لإنه محتاج يصرف منتجاته بسهولة ويسر والأجمل من كده إنه محتاج إن بضائع المصرية المنتجات المصرية تصل إلى الشوان الحكومية بأسرع وسيلة وبأسهل وقت أو بأسرع وقت وبأسهل وسيلة وبكده محمد علي بدأ يحيي الطرق التجارية من جديد إزاي؟ تعال نشوف أول حاجة تمهيد الطرق البرية بناء أسطول في البحر الأحمر والبحر المتوسط إصلاح المواني خصوصا ميناء الإسكندرية مع اهتمامه بمواني البحر الأحمر تطهير البحر الأحمر من القراصنة وإذا كان بيشجع شركة الهند الشرقية على استخدام البحر الأحمر بدلا من الدوران حول أفريقيا لازم تقف أنت لازم تقف وتفكر هو محمد علي لما طهر البحر الأحمر من القراصنة مين اللي استخدمته؟ إنجلترا معنى كده أن محمد علي يا شباب استطاع ضرب طريق رأس الرجاء الصالح في مقتل أصبح طريق رأس الرجاء الصالح ليس له قيمة ليه؟ ما أنا خلاص أنا عندي اللي يوصل لي البضائع بتاعتي بسهولة إلى أوروبا من خلال أن أنا أوصل للبحر الأحمر أوصل من البحر الأحمر للأراضي المصرية أوصل من الأراضي المصرية للبحر المتوسط خراص بيطفل بحر المتوسط أصبحت في أوروبا شفت الفكر أحيانا لازم تبص بره السندوق محمد علي عمل ده محمد علي كان زاكي جدا شخصية بارعة جدا لازم كلنا نستفيد من وجود محمد علي في النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية والتعليمية زي ما هنشوف بعد كده اتجه محمد علي إلى إحياء الطريق المصري القديم اللي كان موجود زي ما انت شايف قدامك على الخريطة شوف الطريق بتاع الرأس الرجاء الصالح كانت دوران حول أفراقيا ازاي بياخد وقته بيستهلك وكود لكن بدخوله من البحر الأحمر إلى أوروبا أصبحت المسافة صغيرة جدا وبالتالي محمد علي نجح في ده نجح في التطوير ده نجح في القوة دي الشيء الأهم هل محمد علي نتيجة تطبيقه للاحتكار في الزراعة والصناعة والتجارة وتطوير حركة النقل والمواصلات هل البناء الاجتماعي هيتغير شيء طبيعي جدا يا شباب ان الأثر الاجتصادي لازم يظهر على البناء الاجتماعي بمعنى ان العمل في التجارة العمل في الزراعة العمل في الصناعة بيخلق فئات اجتماعية جديدة يكفي انها يتحول الحرفي العامل في المصنع يكفي انها يتحول المزارع اللي كانت بتفرض عليه كل الإجراءات الى مالك للأرض الزراعية تعالوا نشوف ازاي تأثر البناء الاجتماعي في مصر اولا اختفت طبقات اشهر الطبقات اللي اختفت الممالي كطبقة حاكمة وانخفض اوقال نفوذ علماء الازهر لان مركز القيادة انتقل من علماء الازهر بعد تخلص محمد علي من عبدالله الشرقاوي وعمر مكرم وانه يجيب الشيخ محمد الساداتي انه يكون في منصب كبير الاشراف او في منصب مكان عمر مكرم ينطقل مركز القيادة من الازهر وخريج الازهر الى خريج المدارس واعضاء البعثات التعليمية انخفض نفوذ الزعامة الشعبية بعد نافي عمر مكرم الى دمياط ودي صورة الزعيم عمر مكرم وبالتالي مع تطبيق محمد علي الاحتكار في التجارة هينخفض دور التاجر المصري بسبب احتكار الحكومة للتجارة المصرية داخليا وخارجيا اختفاء الشخصيات الكبيرة تجاريا زي سيد احمد المحروكي دخول الاجانب ووكالتهم للتجارة وده كان شيء مميز جدا لان النهاردة الاجانب اصبحوا بيحصلوا على تجارتهم داخليا من محمد علي في الحكومة المصرية وخارجيا من خلال توريد محمد علي للتجارة اللي هما محتاجينها الى المواني الاوروبية وبالتالي محمد علي اصبح بينشئ وكالات تجارية في الخرك طيب ايه الطبقات اللي ظهرت ما هو طبيعي فيه طبقات اختفت هتظهر على اثارها طبقات جديدة دعالا نشوف اولا ظهرت اصرة محمد علي كطبقة حاكمة ومع اصرة محمد علي بتظهر بعض العناصر التركية اللي استخدمها محمد علي سواء في الناحية السياسية او في الناحية الادارية ظهور طبقة عمل المصانع الكبرى اه احنا قلنا الحرفيين انتهوا لكن طواقف الحرف اللي هو المقصود بها الشيخ الحرف الشيخ الطيف اصبح موجود كوسيط بين الحكومة وبين الناس ظهرت طبقة الاعيان اللي كانت من كباره ومتوسط الملاك الاراضي الزراعية واللي زادت قوته منذ منتصف القرن التسعتاشر خلي بالك الطبقة دي هيبقى ليها دور وتأثير قوي جدا بعد كده في الحياة السياسية مع الفترات التالية تاريخية ظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة لما محمد علي قام بمنحهم اراضي واسعة حتى يضمن حتى يضمن يضمن ايه؟ حتى يضمن عدم اغارة البدو على التجارة الداخلية ما هو انت لازم تعرف ان البدو ممكن كانوا يغيروا على التجارة الداخلية وبالتالي محمد علي استغل الفكرة دي في انه يتخلص منهم؟ لا يستقروا يبديهم اراضي فيزرعوا وبالتالي اصبحت الاوضاع كلها ان البدو كمان استقروا واصبح ليهم دور في الحياة المدنية المصرية احنا في وسط كلامنا قلنا ان في الزراعة في الصناعة محمد علي انشأ وارسل انشأ المدارس وارسل البعثات وبالتالي محمد علي اصبح لدور هم جدا في بناء التعليم في مصر والتعليم هيصبح له دور في بناء الدولة المدنية الحديثة تعالوا نشوف ازاي اولا محمد علي كان مهتم بالتعليم لان التعليم مرتبط بالاحتكار والتعليم مرتبط ببناء القوة الزاتية المصرية وكمان مرتبط بالتوسع الخاري اللي هيدخله محمد علي سواء بفرمان من السلطان بازن من السلطان او برغبة السلطان او بناء على رغبة ذاتية لمحمد علي محمد علي هيبدأ بالبعثات ألا ما عنديش تعليم يا شباب ألا التعليم في مصر كان تعليما أزهريا والتعليم الأزهري كان قاصرا على العلوم الشرعية حتى التعليم في الريف كان قاصرا على الكتاتين محمد علي هيبدأ في إرسال البعثات إلى فرنسا وإيطاليا وإنجلترا لدراسة الفنون العسكرية وبناء السفن والهندسة والميكانيكا والري هيرسل بعثات إلى النمسا وإنجلترا من طلاب الآذر لدرس القانون والسياسة وهيظهر دور مهمة أوي للشيخ رفاعة رافع التهطاوي اللي كان صاحب أكبر وأشهر بعثة علمية في مصر لأن الراجل ده استفاد من الثقافة الإنسانية في فرنسا أدرك أهمية الاطلاع على العلوم الأوروبية والترجمة اقترح على محمد علي إنشاء مدرسة القلسون ودي حاجة مهمة جدا عشان تنقل معارف الغرب إلى المصريين وبالتالي محمد علي هيتجه إلى إنشاء المدارس لأنه محتاج يبقى عندي تعليم في الخارج وتعليم في الداخل محمد علي عمل التعليم بنسميه الهرم المقلوب يعني الهرم المقلوب إنه هو يبدأ بتعليم الكبار ثم الأصغر فبدأ بالإنشاء المدارس العليا اللي هي الجامعات دلوقتي ثم التجهيزية اللي هي الثانوية والإبتدائية اللي بتشمل الإبتدائي والإعلاجي اهتبأ بإنشاء المدارس زي المهندس خانة والطب والولادة والفنون والزراعة والصيدلة والمحاسبة وكان بيلحق بالمدارس دي طلاب الأزهر اللي كانوا حصلوا على قصة من التعليم وبقت المدارس دي مدنية الطابع يعني بتدرس علوم مدنية مش دينية وده أدى إلى استمرار ازدواجية الفكر والثقافة اللي كانت بدأت ورجع يفتكر من أيام الحملة الفرنسية ثم أنشأ ديوان المدارس لتنظيم العمل بين الدواوين المدارس المختلفة وده أول وزارة تعليم في مصر بنك الأسئلة بتاعنا يا شباب عشان نطبق على اللي احنا قلناه قام محمد علي بمصارة أراضي الملتزمين وتسجيلها باسم الدولة من أجل تحقيق مطالب الفلاحين المصريين إضعاف المكانة للملتزم السياسية أو المكانة للسياسية الملتزمين إضعاف دور الزعامة الشعبية ولا إحكام السيطرة السياسية على البلاد تعال نشوف الإجابة إحكام سيطرته السياسية على البلاد هو محتاج ده؟ شور سؤال كمان التزم الصناع في ربوع مصر بالصناعات التي أكرها محمد علي نتيجة صعوبة تسويق منتجاتهم إلا من خلال الحكومة توفير المواد الخام بأسعار ملائمة لإمكانيات كل صنع مصري أنت مش موجود على فكرة قيام محمد علي بإنشاء المصانع ودعم الصناعات الصغيرة ولا استمرار زياد نفوز طوافل حرف كوسطها للحكومة أنت اخترت واستبعدت دعال نشوف هل اختيارك صحيح؟ تمام المنتج مش هيقدر يصرف منتجاته إلا من خلال مين؟ من خلال الحكومة اللي هي محمد علي نتج عن تطبيق نظام الاحتكار في التجارة إلى حرمان المنتجين الزراعيين من تصويق منتجاتهم تدهور المكانة الاجتماعية للبدو والتجار المصريين ازدياد نشاط التجار الأجاني في عملات الاستراد والتصدير ولا ظهور طبقة من التجار المصريين الموالين لمحمد علي دعال نشوف الإجابة اللي انت اخترتها واستبعدت واخترت حرمان المنتجين الزراعيين من تصويق منتجاتهم شوف سؤال كمان أصبحت الحكومة في عهد محمد علي لها دور استثماري نتيجة تقديم الدعم لكل التجار والصناع احتكار تجارة الوردات الزراعية تقديم كروض مالية للمنتجين الزراعيين ولا تقديم كروض عينية للفلاحين تعال نشوف انت اخترت ايه بالضبط بدأ محمد علي احتكار تقديم كروض عينية للفلاحين المصريين ظهر أثر التحولات الاقتصادية لنظام الاحتكار على المجتمع المصري من خلال اختفاء الشخصيات التجارية الكبرى زيادة بكانة عمال وطواف الحرف ظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة ولا احلال عنصر التركي محلل عنصر المملوكي في ده كله انت شفت عنصر تركي مكانا لعنصر المملوكي احنا بيتكلم على قصر التحولات الاقتصادية مش الاجتماعية برافو اختيارك صح ظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة ليه؟ لان اول مرة البدو يكون لهم دور اجتماعي او وجود على الشكل الاجتماعي تركزت اهداف محمد علي التعليمية لخدمة النواحي السياسية والعسكرية اجتماعية وسياسية اقتصادية واجتماعية اقتصادية وعسكرية تعال نشوف انت اخترت ايه بالضبط محمد علي كان هدف الاساسي ايه في تطبيق نظام الاحتكار تطوير الاقتصاد لخدمة الاهداف العسكرية بكده شباب يكون وصلنا الى اهم حاجة في درسنا النهاردة هو ان انت بتقدر تربط بين السياسة وبين الاقتصاد بتربط بين الدولة القوية اللي بتزيد صدراتها على ورداتها وبين القرارات اللي بتاخدها الدولة القوية في مواجهة اي حد تاني علشان كده لازم وانت بتدرس التاريخ دماغك تكون فيها سياسة بكده نكون نهينا حلقتنا اعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة